اهلا فيكم برج الحمل في قناتي. بدنا نشوف شو هي توقعاتك العاطفية حتى اخر الشعر. القراعة متل دائما رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس. يعني اذا انت عم تتابع لبرج الحمل ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها تاقتها تكون قريبة لطاقتك. ما تحاول تجبر القراءة انه تكون يعني انه تنطبق عليك لانه قراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة او اشي ممكن تحس انت ممكن تستفيد منه. فاخد اشي اللي بيفيدك من الفيديو وترك اه الاشياء اللي بتحس ممكن انه سلبية او طاقتها ما بتنطبق على طاقتك. طيب بدنا نبلش اول اشي بطاقتك انت. بعدين بدنا نشوف طاقة الحبيب او الشريك. وايضا نشوف شو ممكن يصير بينكم اه في المستقبل. او طاقتكم المشتركة للمستقبل. نبلج اول اشي بكروت النصيحة ممكن تستفيد من كروت النصيحة. في عندك او طاقتكم المشتركة للمستقبل. كروت النصيحة بتحكي لك في امور بسيطة ممكن تساويها للشخص اللي انت عم تتعامل معه او حبيبك يعني مبادرات صغيرة ولكن لطيفة. ايضا اي اي اشي بسيطة رمزية ممكن الشخص اللي انت عم تتعامل معه بيحس انه انت مش هم تعبر عن مشاعر اتجاه الشخص. وممكن اي اشي بسيط تقدمه له الشخص. سواء كان رسالة سواء كان. اي اشي بسيط يرمز لانه انه انت مهتم به هالشخص. او انت فعلا بتقدر هالشخص. ايضا مبين انه برج الحامل كتير مركز هالشهر على اموره العاطفية. لانه اغلب الكروت اللي طلعت عندي كروت عاطفية. في شخص انت عم تتعامل معه بتحس العلاقة بينكم كتير قريبة او بتحس انه انت وهالشخص بمثابة اه سول ميت. اذا انت وهالشخص بديته مع بعض على اساس اصدقاء. عمشوف انه اه البوندينج او التواصل بينكم رح يكون او رح يقوا في هالشهر ولا قدام. عمشوف انه الشخص الي عم تتعامل وفيه بينك وبينه تفاهم كتير. ولبعض منكم اللي مستني خبر فيه اخبار جيدة رح تيجيك بيه اخر الشهر بخصوص هالحبيب بخصوص هالشريك. فيه اشي رح ينكشف لقلك من هالشخص. يعني ممكن يصير فيه بينك وبينه تواصل او للبعض منكم اللي منفصلين مش عم تحكموا مع بعض ممكن ايضا تحكموا مع بعض او يصير فيه بينكم تواصل. فهذا كان بالنسبة لقوت المسيحة. بالنسبة لطاقتك انت خلينا نشوف. وطاقة الحبيب. عم شوف انت كتير مسكر على حالك او منطوي على حالك. مش عم تسمح بينك وبين هالشخص. فيه كتير حواجز بينك وبين هالشخص. وفيه كتير اسرار. وفيه اشي كتير مخباية بينك وبين هالشخص انتو مش هم تحكموا فيها. مع انو انت من جوا فيه عندك تعاطف لهاالشخص كتير كبير عم شوف بمشاعرك الباطنية انت كتير بتحن لهاالشخص. ولكن ايضا عم شوف انو انت باني صور حول نفسك ومش عم تسمح لهالشخص يفوت على حياتك. عم شوف ايضا انت يا برج الحمل يعني بطاقتك انت بصراحة هالكرت بيدل على المانيبيليشن او على التلاعب. فممكن انت مش عم تحكي الحقيقة كاملة لهالشخص. فيه اشي انت مش عم تحكي اه للشخص اللي انت عم تتعامل معه. عم شوف نظرة الشخص اللي عم تتعامل معه انت ايجابية اكتر من نظرتك انت. عنده عنده ده سن كار لهالشخص. فهو نظرته تجاه العلاقة ايجابية اكتر شوي. بيعتبرك ايضا هالشخص. ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء او اي برج ترابي. ايضا في عندك طاقة مائية كتير بالقراعة فممكن يكون برج عائلي عم تتعامل معه. ولكن مبين انه انت ممكن انجرحت من هالشخص بالماضي او في صار بينكم مشاكل انت وهالشخص بالماضي. وعم شوفك مش عم تحكي له الحقيقة كاملة. او عم شوفك هم تحاول ممكن هم تحاول تتابع اخبار هالشخص بدون ما هو يعرف او بدون ما هو يحس. لانه عندك بطاقتكم يعني المشتركة فانت وهالشخص في امور مش هم تحكوها لبعض. انت وهو عم تحاول تكتشفوا معلومات عن بعض. ولكن ما في حدا عم يحكي للاخر يعني عم تحاول تخلوها بطريقة سرية. هلا من نسبة لطاقة اه حبيبك او شريكك عم شوفه اكتر مركز على الامور المادية حاليا بالذات للاشخاص اللي مش عم يتواصلوا مع بعض حاليا. هم شوفه مركز اكتر على وضع المادية. بده يبني وضع المادية. انت اه انت وهو هلا الشخص كتير بيعتبرك سول ماد. ولكن الشي اللي عم شوفه وعم يسبب عائق اتجاهكم. هو ما في تفاهم بالتواصل. بمعنى انه التواصل بينكم كتير منيح. وفي انجذاب بينكم كتير منيح. الى انه دائما ما بيكون في مشاكل بينكم. او دائما ما بيكون في بينكم نزاع بالحكي. فانت وهالشخص مثلو كأنه ند ند او راس براس او كلمة بكلمة. دائما بيصير في بينكم نزاع او ضشاكل بالحكي. او مشاحنات بالحكي. عم شوفك انت ايضا حسيت او في ممكن البعض منكم لانك انجرحت من هالشخص في الماضي. عم شوفك مش كتير متفائل بفكرة الحب بالمستقبل. لانه انت تحس انك انضلمت. وانت بدك نوع من العدالة تتحقق. وبما انه هاي الصبت بخطواتك المستقبلية او بشو رح يصير عندك بالمستقبل. انت عم تطالب بنوع من الجوستيس. وهالشخص عم شوفه مع انه بيعقل الباطني بيشوفك على انك سول ميت. الى انه لسبب ما هالشخص في مثل يعني في اشي بديه يحكيه وعم شوف انه في حكي شوي حاد او في حكي رح يكون كتير صريح بينكم وبين هالشخص. بس الطاقة بينكم يعني كتير مارية فنبين انه انتو انتو هالشخص. في عندكم مشاعر او بتكون مشاعر اكتير تجاه. في عندكم باشن وشغف تجاه بعض. طب انه نشوف كروت توضيحية. لهالشخص ليش دائما اه حاببات بيحس انه لازم يكون دفاعي. او في عنده دائما وكأنه بيحب يخلق نوع من الابترامة. هالشخص ما هالشخص ما بيحب يخسر ابدا. عم شوفه شخص كتير يحب المنافسة او مش بيحب المنافسة ولكن هو ما بيحب يخسر دائما. يعني من النوع اللي دائما بيحب يثبت انه نقطه او او كلمته هي صح. ولو احيانا بتكون على حساب حاله فانبين لي انه مش شخص ايضا اللي عنده تتعامل معه شخص كتير عنيد. ما بيحب يتنازل ولو على حساب كرامته. يعني بعقل الباطلي دائما بيفكر فيك. بيحاول انه يرجع العلاقة اللي بينكم. او اذا انتم منفصلين بيحاول انه يرجع معك ولكن مش عم يتخذ خطوة في هالموضوع. يعني ممكن هالشخص يموت ولا انه يقوم بالمباترة الاولى تجاهك او هو اللي يحكي معك. لانه هو بده يثبت نقطه ولكن من جوه تعيس هالشخص. لانه هو اساسا بده اياك وبده التواصل بينكم يتصلح او يكون مثل الماضي. ولكن يعني مستحيل يكون هو بالخطوة الاولى او اشيء مثل هيك. ايضا ممكن هالشخص عنده اخوف من الرفض كتير عالي. بيخاف انه ينرفض. بيخاف انه ازا اجا حكا معك انت هتصدو او تردو او ترفضو. وبعدين يعني ما بيحب يبين اه كشخص احمق او اشيء مثل هيك او انه يعني ما بيحب يجي على كرامته هالشخص عمشوف. طيب بدنا نشوف للبعض منكم اللي عم يطالب على الشخص او بده نوع من الجوستس او بده حتى موازنة بالاخذ والعطا لانه ممكن ايضا انت تحيس انه انت اللي عم تعطي اكتر من هالشخص. بدنا نشوف بالمستقبل. لانه مبين انه بالمستقبل في عندكم رح يصير تواصل. ولكن التواصل ممكن يكون اه مش كتير ايجابي. الا في حكم مشاعر ولكن التواصل اللي بينكم او الحكي اللي بينكم اه ممكن يكون فيه شوي مشاحنات فيه شوي مجادلات فيه شوي عتاب. اه عتاب اللي صار بالماضي انتو هالشخص. بس هالشخص عم يحاول يعني يستخدم طاقة الجذب لانه يجذب تواصل بينكم. وحكي بينكم. طيب بدنا نشوف بالمستقبل انتو هالشخص. طبيعة التواصل اللي بينكم. لانه انت هون ايضا مبين انو انت مش كتير متحمس لهالفكرة. او رافض عروض حب عم تيجيك سواء من هالشخص او من شخص اخر. بالنسبة راح يكون فيه ايضا بداية جديدة. بدنا نشوف البداية الجديدة راح تكون معها الشخص او مع شخص جديد. طيب. اه ما عم شوف انه راح يكون في اه ارتباط جدي مع هالشخص او زواج او خطوبة. لانه هالكارت ام بيحكي عن امور تقليدية. يعني كونكشن بيكون كتير تقليدي. وهو ايجا ما اكلوه. انا عندي ديك يعني ما فيه اكلوت مقلوه بس بما انه طلع هيك. عم شوف ايضا علاقتكم راح تكون او في المستقبل. علاقتكم راح تكون مش بالطريقة التقليدية. يعني ممكن يصير في عندكم انت وهالشخص عم شوفك ايضا ان هون ممكن انت تفكر انه بدك تتحرر من مبادئ ومفاهيم انت كنت ملتزم فيها او كنت متآمن فيها. لانه ايضا هاي ورقة روحانية. فممكن فيه اشي انت عم تبعد عنها عم تحس انها بطلت تدفيدك. فعلاقتك مع هالشخص غير تقليدية. ومبين انه انت يعني فيه جوه راسك. او فيه تفكيرك الداخلي. عم تشوفها كتير كتير مرهقة. كتير مرهقة عقلية للك. يعني او حتى جسديا بتحس انه كترة التفكير فيها كتير هلكتك. التواصل بينك وبين الشخص كتير فيه العوائق. طبعا بيختلف من شخص لاخر انت بتعرف شو هي العوائق اللي بينكم. من بعض منكم ممكن تكون انت بعلاقة اخرى حاليا. ممكن يكون الشخص اللي انت عم تتعامل معه بعلاقة اخرى حاليا. او ممكن تكون العوائق فقط انه ما حدا مستعد يتنازل او ما حدا مستعد يقوم هو بالخطوة الاولى. لانه عم شوف كتير عم شوف كتير مشاحنات بالحكي وانت وهالشخص قوتي متل ما بنحكي او شخص بيفهم دائما كل اشي على الطاير. فصعب انت وهو صعب انك تفوز مع هالشخص بنقاش. لانه دائما بيكون في عنده رد. دائما بيكون في عنده جواب. دائما بيكون في عنده اشي يناقش فيه او اشي يعد عليك بالحكي. الى انه انت مش كتير متحمس لها الشخص البعض منكم انت كتير او ممكن تكون مش متحمس لعروض حب جديدة. يعني ممكن يكون انت مع اشخاص جديدة ولكن مش كتير متحمس لعروض حب جديدة. طب بدي اشوف انا بما انه في تواصل رح يصير للاغلبية منكم. بدي اخر اشي عضح حقيقة مشاعر هالشخص لانه مبين انه هو من جواب الفعل بيحبك هالشخص. او يعني بيعتبرك بالسول ميت. ولكن في عنده مشاكل بالايغو او بكرانته او ما بيحفل يتنازل هالشخص. فبدينا نشوف هو ليش عم بيفوم بالخطوة الاولى. او ما هو السبب اللي هو مش عم يحكي فيه معك. فهز شخص من جوا قلبه مكسور. مشان هيك مش عم يحكي معك. قلبه مكسور ممكن يكون ايضا عم يحاول يخلي الامور تيجي بطريقة عفوية ما بده يغصب اي شي. ممكن يكون ايضا بيشوف انه انت بتنظر له على انه طفل او بتنظر له على انه غير ماضش. فهو مكسور المو من جوا. ايضا ممكن يكون المادة او العامل المادي سبب في انه مش عم يقوم في الخطوة الاولى. ممكن هالشخص بيحس انه غير متمكن ماديا. مشان هيك مش ما في عنده ثيقة الكافية انه يحكي معك او يقوم بالخطوة الاولى. بيحس انه هو مشان هيك طاقته كانت انه مركز على الامور المادية حاليا. بتوقع انه اغلب تركيزه على الامور المادية مشان يبني ثقته بي حاله. ممكن انت وهالشخص في بينكم كتير اختلاف في الوضع المادي. مشان هيك هو عم يحس انه بده يثبت حاله من الناحية المادية. اوكي حبايا ببرج الحمل. بتمنى القناعة تكون في عادتكم حبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطني لايك وكومنت شكرا لكم جميعا. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم جتنم 자ك سبيلت شكرا لكم جتنم ترجمة نانسي قنقر